شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول مشكلة عويصة ابتليت بها المجتمعات البشرية وهذه المشكلة هي مشكلة زواج الشباب فيما مضى لم يكن هذا الأمر يمثل مشكلة وكان الناس يتعاملون مع قضية الزواج كما يتعاملون مع سائر ضرورات الحياة أمثل لكم بمثال لتقريب الفكرة ولا أقصد هذا المثال بحرفيته عندما يجوع الفرد فإنه لا بد أن يتحرك نحو الطعام إذا يملك المال يشتري بهذا المال الطعام وإذا لا يملك المال هل يظل جائعاً؟ لا وإنما يذهب ويقترض لسد فورة جوعه إذا كان ميسور الحال يشتري الأطعمة اللذيذة وإذا لم يكن ميسور الحال فإنه يقنع ولو بطعام متواضع الفرد عندما يضمأ كيف يتعامل مع الضمأ إذا يتمكن إذا يتمكن يتناول الماء العذب إذا ميتمكن يقنع لدفع مشكلة العطش ولو بماء الآبار ماء الآبار عادة يشوبها نوع من الملوحة أو يشوبها نوع من المرارة وفي الأحاديث التي ينقضها الحر العامل أن أهل المدينة كانت مياههم مالحة أو كانت مياههم مرة في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فكانوا يضعون في هذا الماء شيء من التامر حتى يخفف من ملوحة الماء أو من مرارة الماء الفرد عندما يشعر بالحاجة إلى النوم دققوا في هذه الأمثلة إن وجد الفراش الوثير ينام عليه وإن لم يجد ذلك ينام على الأرض ينام على التراب إن لم يتمكن من ذلك ينام وهو جالس في مقاعد السيارة وربما ينام في بعض الأحيان وهو واقف لأنه لا يجد وسيلة لدفع هذه الضرورة إلا بهذا النحو هكذا يتعامل البشر مع ضرورات الحياة محاولة علاج المشكلة ودفع المشكلة بأي نحو من الأنحاء هذا واضح عندنا الآن أباؤنا أجدادنا المؤمنون المتدينون كانوا يتعاملون مع قضية زواج الشباب والشابات بهذه الطريقة المهم علاج هذه المشكلة أما كيف تعالج هذه المشكلة بأي نحو كان؟ عند بيت مستقل كان يتزوج في بيت مستقل ما عند كان يسكن في غرفة من غرف البيت غرفة واحدة تخصص للزوج والزوجة وأنا أذكر إحدى العوائل ربما كان في بيت واحد عشرة أو أكثر من الأزواج والزوجات في مدينة كربلاء المشرفة كل واحد إلى غرفة واحدة ولهم مطبخ واحد مشترك وفي الليل عندما كانوا يريدون أن يناموا فوق السطوح في الحر كانوا يخلون ستار كل عائلة تأخذ حجم من هذا السطح وراء الستار عشر عوائل أو أكثر في بيت واحد واحد ما عنده غرفة يسكن في كوخ كوخ من الأكوخ الآن في هذه الغرفة التي أتحدث فيها مو قضية نظرية قضية واقعية أحد الأفراد الذين هم بالفعل في هذه الغرفة في بداية زواجهم بني لهم بيت صغير من الخشب وكان الزوج والزوجة يعيشان في ذلك البيت وعندما كانت تأتي الرياح الشديدة البيت كان يتحرك حتى كان يخافان من سقوط السقف عليهم وآلآن هذه العائلة اللي بدأت تلك البداية لهم أولاد ولهم أحفاد متعددون إذا يمكن كان يمكن كان ياخذ واحد من قريبات إذا ما كان يمكن كان واحد ياخذ امرأة غريبة وحتى في بعض الأحيان كان يقنع الرجل بالأمح وتقنع المرأة بالعبد هذا في القرآن الكريم موجود الله تعالى يقول وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وفي مقطع آخر الله تعالى يقول وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِمْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ الإمام زين العابدين صلوات الله عليه وهو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت تزوج أمتاً عبد الملك ابن مروان الحاكم الأموي المشهور كتب إليه رسالة يعيره بذلك أنه لماذا تتزوج أمه وأنت من قريش وأنت من بني هاشم فأجابه الإمام صلوات الله عليه بجواب مذكور في الكتب أنه لا لوم على مؤمن وإن النبي صلى الله عليه وآله نكح أمته يعني تزوج أمته وزوج عبده المهر إذا كان يتمكن ربما كان يعطي قنطاراً وإذا لم يكن يتمكن ربما كان يعطي ديناراً وإذا لم يكن يتمكن ربما كان المهر خاتم من حديد تعامل مع هذه القضية كالتعامل مع سائر ضرورات الحياة ولكن الحضارة المادية جاءت وعقدت القضايا وعقدت الأمور كشأن الحضارة المادية في كل شيء الحضارة المادية شأنها التعقيد والحضارة الإلهية شأنها تبسيط أمور الحياة ننتقل إلى موضوع آخر وهذا الموضوع هناك عقبات كثيرة في طريق زواج الشباب والشابات ولكن أهم عقبه هي العقبه المادية ولعله لهذه الجهة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير إلى هذا الموضوع الله تعالى يقول وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فقط يشير إلى هذه المشكلة إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله أحياناً واحد يرى أفراد بلغوا مرحلة الكهولة عمره أربعين عام أو أكثر أحياناً أنا رأيت بعض الأفراد مشيبين لحيتهم بيضاء ويتبين أنهم لم يتزوجوا إلى الآن لهذه المشكلة المشكلة المادية مشكلة البيت مشكلة النفق مشكلة المهر مشكلة الجهاز ما هو الحل لهذه المشكلة؟ هناك أطراف متعددة يمكن أن يكون لها دور في حل هذه المشكلة ولكننا في هذا الحديث الآن نريد أن نشير فقط إلى دور كل من الرجل والمرأة في حل هذه المشكلة هناك ثلاث نقاط النقطة الأولى نحن يجب أن لا نتصور أن الحياة تبنى على عنصر المعادلات المادية فقط يفكر في نظام العلل والمعلولات فقط يفكر ضمن إطار المقدمات والنتائج هذا النوع من التفكير التفكير ضمن الإطار المادي والمعادلات المادية مرفوض من الناحية الشرعية نحن نعتقد أن وراء هذه المعادلات المادية توجد هناك إرادة ربانية عليا مو فقط في هذه القضية في كل الحياة وفي كل شأن من شؤون الحياة هناك بعض الأفراد تفكيرهم تفكير مادي هذا غلط من الناحية الشرعية توجد هناك إرادة قاهرة توجد هناك إرادة فوق كل شيء الثقة بالله سبحانه وتعالى التوكل على الله سبحانه وتعالى لماذا في القرآن الكريم تأكيد على قضية التوكل المتوكلون يقتحمون عادة عندهم حالة اقتحام منطق المعادلات المادية لا يأذن بذلك ولكن منطق المعادلات الغيبية يقول اقتحم وأقدم المؤمن قلبه قوي بالله سبحانه وتعالى كيف يقول انا اعمل ولكن ايضا انتظر الرحمة الالهي انقل لكم هذه القضية لها نوع من الارتباط بموضوعنا ينقل احد الافراد انني وشخص اخر كنا في حرم الامام الرضا صلوات الله عليه يقول في هذه الاثناء دخل الشيخ انخدكي الشيخ انخدكي الشيخ انخدكي كان رجل عجيب وله قضايا عجيبة وكان يملك وفقه قضايا متواترة اعرف بعض وسائطها قضايا بالمئات تنقل عنه وانا اعرف بعض الوسائط الذين ينقلون عنه قضايا مباشرة هم شاهدوها هذا الرجل الله تعالى اعطاه نوعا من الولاية التكوينية والولاية التكوينية يجب ان لا نستوحش منها الولاية التكوينية موجودة في القرآن الكريم قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك هاي مو ولاية تكوينية العفريت من الجن قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك ولكن الذي عنده علم من الكتاب قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فالولاية التكوينية موجودة في القرآن الكريم كان عنده نوع من انواع الولاية التكوينية ولذلك صدرت منه قضايا غريبة يقول في هذه الاثناء دخل الشيخ ان نخدك في حرم الامام الرضا صلوات الله عليه يقول انا وصاحبي ذهبنا عنده وقلنا نريد ان تعلمنا بعض العلوم الغريبة لان احنا الان نعيش حالة الفقر نريد بذلك ان نصل الى الثروة فقال انا الان اريد ان ازور الامام الرضا صلوات الله عليه انتظراني في صحن الامام بعد ما اطلع اجعتكم ونتحدث حول هذا الموضوع يقول بعد ما طلع جاء قال ماذا تريدان قلنا نريد الطريق الى السراء فقال لصاحبي وماذا تفعل بالثروة قال ابدل ثروتي في سبيل الله قال وانت مطمئنن بذلك اذا يوم من الايام صرت ثريه مطمئن انك تبذل ثروتك في سبيل الله يقول شوية فكر صاحبي وقال لا مو مطمئن مو مطمئن ما متيقن لان الثروة يمكن ان تغير المقام يمكن ان يغير فقال انا ما اعلمكم شيء اللي يمكن ان يؤدي الى انحرافكم ولكن اعلمكم ما هو خير من ذلك اذا فعلتم هذا العمل لن يقربكم الفقر طول حياتكم ابدا شكرا بعد كل فريضة من الفرائض اقرأوا هذه الاية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبح ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا اقرأوا هذه الاية ثلاث مرات بعد كل فريضة يقول الرجل ففعلنا هذا العمل ولم نشك فقرا بعد ذلك طيلة حياتنا ابدا هذا مهم هذا التلقين انه واحد يلقن نفسه ان له الها ان له ربا قادرا ومن يتق الله الله يجعل له مخرجا من الناحية الظاهرية لا يوجد هناك مخرج ولكن قلب المؤمن قوي بالله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبح الله كافيه احد الشباب او مجموعة من الشباب جاءوا الى الوالد رحمة الله عليه فشوقهم على الزواج كما كان دأبح وعادته فقال احدهم انه المشكلة المادية لا تدعنا نقدم على ذلك فقال الوالد فقال الوالد ان هناك غنيا يتكفل شؤون الذين يتزوجون فقال احدهم ومن هو هذا الغني فقال هو الله سبحانه وتعالى الله تكفل الله وعد اذا تاجر يعدكم انني اتكفل شؤونكم يقول انت اقدم وانا اتكفل من اطمئن من اقدم الله سبحانه وتعالى وهو اصدق القائلين تكفل بذلك ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واحد يثق بالمخلوق ولا يثق بالخالق هذا يدل على ضعف كبير في الايمان هذا من علامات ضعف الايمان واحد يقول كيف ومن اين الله تكفل اذا النقطة الاولى اننا يجب ان نعرف ان وراء المعادلات الطبيعية معادلات غيبي ويجب ان نقدم وقلوبنا مطمئنة بهذا الوعد الالهي هذه النقطة الاولى النقطة الثانية النقطة الثانية يجب ان نبني حياتنا العائلية على القناعة القناعة يعني منطق ما يمكن هذه احدى الاشياء التي ورد فيها تأكيد شديد القناعة تمكنت من بيت مستقل في بيت مستقل ما تمكنت في غرفة من غرف البيت القناعة مفتاح لحل المشكلات هذه هي النقطة الثانية النقطة الثالثة في هذا المجال هي النقطة التي تناولتها هذه الرواية وهذه نقطة مهم هذه الرواية وردت في كتاب الكافي الجزء الثاني صفحة مية وثلاثة مية وتسعة وثلاثين وردت في كتاب مرآة العقول المجلد الثامن صفحة ثلاثمية وخمسة وعشرين هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قَالَ اشْتَدَّتْ حَالُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَتْ لَهُ إِمْرَأَتُهُ لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَسَأَلْتَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَائِدُ الدَّوْلَةِ نَبِيٌّ عَنْدَهُ قُدْرَةً عَنْدَهُ ثَرْوَةً اسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَهُ النَّبِي كان بإمكان أن يعطيه شيئاً وما كان يضر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ولكن لعل النَّبِي أراد أن يكون هذا منهج للأجيال إلى يوم القيامة قال النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بدون أن يتكلم الرَّجُل بشيء قال مَن سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَمَنَ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ فقال الرَّجُل مَا يَعْنِي غَيْرِي النَّبِي يَقْصُدُنِي بَهَذَا الْكَلَامِ فَرَجَعَ إِلَى أَمْرَأَتِهِ فَأَعْلَمَهَا فقالت المرأة إن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر يبدو معرفتها كانت معرفة ضعيفة كمعرفة كثير من الأفراد ومن أين أن النبي لعل معنى هذه الجملة من أين أن النبي علم مقصودك وأنه كان يعنيك جملة ذكرها النبي ولعله لا يقصدك فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر فأعلمه فأتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله حتى فعل الرجل ذلك ثلاثا ثلاث مرات يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله والنبي يكرر تلك الكلمة ثم ذهب الرجل فاستعار معولا المعول الفأس العظيم ثم أتى الجبل فصعده فقطع حطبا يقولون ماكو شغل ماكو عمل الحياة فيها مجالات كبيرة للعمل مع أن الأنظمة الوضعية القائمة والقوانين القائمة فعلا ضيقت الخناق على الناس ولكن مع ذلك هناك فرص كبيرة للعمل ولكن الفرد يجب أن يفكر ويجب أن يتحرك هذا الرجل لم يكن يملك شيئا ذهب واستعار معولا عارية ثم ذهب إلى الجبل وقطع الحطب ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق المد حوالي ثلاثة أرباع الكيلو باع الحطب وأخذ الدقيق فرجع به فأكله ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك امتلك تجربة طبيعة العمل طبيعة صاعدية فباعه فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى معولا بعد لا يحتاج إلى أن يستعير معول الآخرين ثم جمع الثروة حتى اشترى بكرين البكر يعني الإبل الفتي الفتي من الإبل مثل الغلام من البشر حتى اشترى بكرين وغلاما ثم أثر حتى أيسر يعني تحول إلى رجل من الأغنياء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فأعلمه فقال النبي صلى الله عليه وآله قلت لك من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله ولكن يحتاج إلى تحرك ولكن يحتاج إلى عمل كثير من الأفراد يقولون لا يوجد عندنا رأسمال التجارة لا تحتاج إلى رأسمال لا تحتاج حتى إلى دينار واحد وإنما تحتاج إلى الهم الهمة هي رأس المال الواقع يمكن للفرد أن يبدأ وهو لا يملك حتى درهم واحد كيف يبدأ؟ الله تعالى جعل في الحياة مجالات كثيرة ولكن الفرد يجب أن يفكر ويجب أن يتحرك انتخذوا هذا الكتاب ولاحظوا هذا الكتاب كتاب الامبراطورية التجارية الرجل لا يملك حتى درهماً واحداً فكر كيف يعمل وكيف يبدأ بالعمل هل يمكن؟ الجواب نعم هذا الرجل بدأ ولم يكن يملك شيئاً في هذه الرواد فكر ماذا يفعل في ذلك الوقت لاحظوا التفكير طبعاً واحد لا يجمد على هذه الطريقة هذه مجرد طريقة من الطرق الحياة فيها ألوف الطرق هذا الرجل فكر أن الخياطين الذين يخيطون الثياب تفضل عندهم قطاعات من القماش وهذه القطاعات تعتبر من القمامة لا تنفعهم في كثير من الأحيان فكانوا يجمعونها ويعطونها لجامع القمامة لقاء السمن حتى يلقوها بعيداً في كل أسبوع مثلاً مرة مرتية هذا جاء إليهم وقال أنا مستعد أن آخذ منكم هذه القطاع بدون مقابل كان يأخذ هذه القطع من الخياطين ثم يذهب إلى البيت ويفصل هذه القطع ويضع كل قطعة مع ما يجانسها ثم بعد ذلك كان يذهب ويبيع هذه القطع إلى المعامل بعد فترة فتح دكاناً هذا الرجل ومع الأسف هو رجل يهودي بعد فترة فتح دكاناً ثانياً وبعد فترة فتح دكاناً ثالثاً ورابعة وانتهى الأمر إلى أن هذا الرجل كون شركة عملاقة ضخمة عالمية تحتوي على ستين ألف عامل وهذه الشركة تنفع الدولة اليهودية الغاصبة في كل عام بألف مليون دولار يقولون الدولة اليهودية الغاصبة لماذا هي قوية عوامل متعددة من جملة هذه العوامل وراء الدولة اليهودية ألوف الشركات أو مئات الشركات العالمية التي تدعمها وتحفظها هذا واحد من الشركات بدأ من لا شيء وانتهى إلى ستين ألف عامل ومع الأسف إن الكثير من المسلمين يذهبون إلى هذه الشركة ويشترون بضائعها وهم لا يعلمون أنها من أعمدة بقاء الدولة اليهودية الغاصبة شركة معروفة والفقهاء والفقهاء يفتون أن التعامل مع الشركات التي تدعم الدولة اليهودية التعامل معها محرم من الناحية الشرعية الدين أمرنا بذلك أن نبدأ من لا شيء النبي صلى الله عليه وآله يقول لهذا الرجل الفقير ومن استغنى أغناه الله واحد يجب أن يفكر ليش الآن في بلادنا الإسلامية أكو مشكلة العاطلين عن العمل يجب أن يفكر يجب أن يبدع يجب أن يخترع لا يبقى إلى آخر عمر عاطل عن العمل الآن من المسلمين ملايين العاطلين عن العمل الحياة فيها فرج كبيرة ومجالات كبيرة أنا أنقل لكم هذه القضية ولو قضية جزئية جدا ولكن لاحظوا كيف أن الله تعالى جعل في الحياة فرج واحد ليتعلل ليتعذر يقول لا أملك ما عندي يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى هم عندما كنا في مشهد المشرفة في أيام القصف شردت كثير من العوائل الآن مشكلة التهجير موجودة في العراق العائلة المهجرة طبق بعض التقارير الآن على أثر ما يفعله الطائفيون الآن أكو في العراق 11 أكثر من 11 أو حوالي 11 ألف عائلة مهجرة من شيعة أهل البيت صلوات الله عليه إذا يبقون في مناطقهم يذبحونهم على الهوي يقتلونهم يقتلون الطفل الصغير والشيخ الكبير ولا يرحمون رجل ولا إمرأة المهجر ماذا يفعل هذا حياته مدمرة يجي يسكن في كوخ ماذا يفعل يجب أن يفكر هل هناك مجال نعم أكو هناك مجال كثير من العوائل على أثر الحرب والقصف جاءوا إلى مشهد الرجل فكر أنا الآن في مشهد غريب لا أعرف أحد ولا أملك حتى ثمان واحد ماذا أفعل أو لعله كان يملك بعض التوامي ولكن ما تمشي حياتي ماذا يفعل قاده التفكير لاحظوا الإبداع فكر أنه الخبازون الذين يبيعون الخوبز الناس يجب أن يقفوا في طوابير طويلة حتى تصل نوبتهم ويصل دورهم الناس كثير منهم معدهم خلق أن يقف في الطابور هذا كان يستيقظ فجرا أو سحرا مبكر يروح عند الخباز ويشتري منه كمية من الخبز ثم يأتي ويجلس في باب صحن الإمام الرضا صلوات الله عليه مثلا الخبز يشتري كل واحد بعشرة التوامي ثم يأتي إلى باب الصحن ويبيعه مثلا بهدعش تمام هذا الذي يطلع من الصحن يشوف خبز جاهز أكو أمامه ما يحتاج إلى طابور وإلى دور منتهى القضية يجب أن يدفع شيئا إضافيا فكانوا يشترون ومشى حياته بهذه الطريقة قبل شهر طالب في جامعة متحير كيف يعيش وكيف يدفع أجور الجامعة متحيئة فكر ماذا يفعل بتفصيل ما علي بذلك التفصيل جمع من أقرباء ثروة متواضعة كمية متواضعة من الماء وصنع له موقع في الإنترنت وكل واحد يريد أن يدخل في هذا الموقع للإعلان والدعاية لبضاعة لشركة لشيء يجب أن يدفع له مبلغا ما علي بالتفاصيل الفنية للقضية بهذه الطريقة هذا الطالب المسكين جمع ثروة هائلة في خلال أشهر معدودة الفرد يجب أن يفكر ويجب أن يتحرك والله سبحانه وتعالى جعل في الحياة مجالات كثيرة كان واحد من الأفراد هذا والده كانت له حرفة جدا متواضعة لا أذكر تلك الحرفة في أحد البلاد كان فقير ابن ذلك الرجل فكر ماذا يفعل فكر أن يشتري الأراضي البعيدة المهجورة من يأتي ويشتري أرض في صحراء جرداء طبعا تعلمون أن هذه خطة يهودية اليهود يفعلون هذا العمل ويبنون المشاريع الضخمة بهذه الطريقة على بعد مئة كيلومتر من المدينة مثلا أو مئتين كيلومتر يجون يشترون فد أرض كبيرة لا يرغبوا فيها أحد بثمن جدا باهر بثمن جدا قليل قليل ثم يبنون في تلك الأرض مشروع ضخم تجاري ديني بعد مدة عشرة أعوام أقال أكثر المدينة تزحف وتتقدم وإذا بهذه الأرض تتحول إلى قيمة خيالية الآن في إحدى البلاد نقل لأحد الأشخاص أن فلانا اشترى أرضا في المكان الفلاني وبعد أعوام ارتفعت قيمة المتر الواحد من تلك الأرض إلى عشرة ملايين ضعف عشر ملايين ضعف خلال أعوام في منطقة ذكرها إحدى بلادنا الإسلامية هذا الرجل كان يشتري تلك الأراضي البعيدة بقيم قليلة والآن هو واحد من كبار التجار في العالم هو هذا الرجل يعني الله سبحانه وتعالى جعل منافذ في الحياة ولكن من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله إذن أولاً الشباب ينبغي عليهم أن يعرفوا أن وراء المعادلات الطبيعية معادلات غيبية في هذه القضية وفي كل قضايا الحياة ويجب أن يقتحموا معتمدين على هذا الوعد الإلهي هذا أولاً ثانياً يجب أن نبني حياتنا على القناعة البداية فلتكن بداية متواضعة ولكن شيئاً فشيئاً النقطة الثالثة العمل المهم في الروايات أن رجلاً قال للإمام الصادق صلوات الله عليه على ما أتذكر أو الإمام قال له بلغني أنك تركت العمل قال نعم لا أحتاج إلى العمل أنا عندي ثروة طائلة لا أعمل الإمام قال له اعمل وإلا ذهب لعل العبارة نصف عقلك اعمل حتى التاجر يجب أن يعمل الوالد رحمه الله عند كتاب من بقايا حضارة الإسلام كما رأيت يقول الجيل الذي أدركته كلهم كانوا يعمل أغلبهم كانوا يعمل الرجل كان يعمل المرأة كانت تعمل المرأة تعمل في البيت وهي محافظة على حجابها وحشمتها المرأة يمكن أن تنسج منسوجات يدوية وتبيعة أو تعمل عمل محتشم مع حفاظها على الضوابط الشرعية الوالد يقول حتى الأطفال كانوا يعملون الأطفال اللي بلغوا عمر يمكنهم من العمل هذا يجي مع والده إلى المحال إلى المتجر يتعلم الحياة ينضج يفهم مو مثل أطفالنا في هذا اليوم كثير منهم لا يفهمون الحياة ولا يميزون الحياة هذا دا ينقل عندما يأتي الطفل إلى المتجر الطفل اللي يمكنه أن يعمل يتعلم الحياة ينشأ ما يدخل في خط المخدرات والفساد ما عنده مجال يفكر في هذه الأشياء يكون لنفسه ثروة يقف على قدمه هذه هي العقبة المادية وهذه مجموعة من الحلول لهذه العقبة أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر